تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد الأزهر أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت ميلادا لفجر جديد في تاريخ مصر لإنهاء حقبة من الاحتلال المتعاقب وبناء الدولة المصرية على أسس وطنية متينة للحفاظ على الوطن وشعبه ومقدراته وتحقيق العدالة والاسترداد ما سلب وقد ضرب المصريون خلالها أروع المثل في التلاحم بين الجيش والشعب حتى كتب لهذه الثورة أن تنجح ودع الأزهر الشريف أبناء مصر جميعا إلى مواصلة العمل بكل جد ومتابرة بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم التقدم والازدهار داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن ينعم علينا بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر